بعد تأجيل لأكثر من أسبوع بسط اتفاق الرياضي الطريق لعودة الحكومة إلى عاصمتها المؤقتة لم يغفر رئيس الحكومة معين عبد الملك حال المدينة إذ صرح فور وصوله بأن حضور الدولة هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار وكأنه يعني الاشتباكات المتكررة التي تشهدها المدينة بين الحين والآخر حتى عشية عودة الحكومة فالقوات السعودية التي نصت اتفاق الرياضي على أن تتولى الوضع الأمني في المدينة لم تفرض وجودها حتى اللحظة حيث كانت المواجهات في الميناء بين قوات عرفت نفسها بأنها قوات تابعة لحماية المنشآت وقوات خفر السواحل شاهدة على استحالة السيطرة الأمنية وتوحيد عدة فصائل عسكرية وأمنية تحت قيادة موحدة ما كان محقا فيه رئيس الوزراء هو تصريحه بأن التحديات كبيرة وكذلك التصريحات المتكررة لوزراء في الحكومة أكدوا أن اتفاق الرياض مصيره الفشل حسب ما قاله وزير النقل صالح الجبواني يبدو أن توقع الجبواني قد يكون دقيقا إذ استبق مسؤولين في الانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا بإطلاق تصريحات تتهم الحكومة وحزب الإصلاح بالمسؤولية عن المعارك المتقطعة التي تشهدها مدينة عدن بين الفينة والأخرى دكتور معين عبد الملك إلى عدن هو تطبيق لهذا الاتفاق إذن نرجع من الله سبحانه وتعالى أن يكون اتفاق خير وأن يكون لصالح المواطن البسيط الذي بدأت حياته بالشعور بالضنك والعدم سر في المرتبات وإيقاف كثير من الخدمات مثل الجوازات مثل الأشياء كثير من الخدمات توقفت بسبب عدم وجود حكومة وصول الحكومة نتبنى أن يكون بادرة خير للجميع هكذا إذن يحمل الشارع اليمني آمالا جديدة على عودة الحكومة إذ يرى أن عودتها ستدفع بتحقيق الأمن والاستقرار والأهم من ذلك دفع الرواتب